طب نبدأ بيه العوامل الداخلية او العوامل الذاتية الحاجة بقى اللي هي خاصة بيه انا انا كشخص انا كفرد اللي بيخليني انتبه لحاجة وما انتبهش الحاجة تانية عندي تلات عوامل داخلية هي اللي بتأثر على علي او بتأثر على انتباهي للمسير اول حاجة الدوافع المهمة والحاجات العضوية بص بنات بقدام قال لي حاجات العضوية يعني اكل شرب تمام حب استطلاع فضول دوافع اهو دوافع اهو حب استطلاع تمام ايه اللي يدخل ده في الانتباه خلينا نقول ان احنا مثلا لو احنا في صايمين نيجي في رمضان كده ان شاء الله وتبقي صايمة طول ما انت ماشية في الشارع انت قبل كده ما كنتش بتاخد بالك من تلاجات البيبسي مثلا والحاجة الساعة بس وانت صايمة اه ده انا بدأت اركز بقى ليه لان انا جوايا حاجة عضوية اللي هو العطش الشرب عايز اشرب فبركز بقى على الحاجة الساعة بركز على العصاير بقى مية الساعة في التلاجة فبعد ابوصلها لان دي حاجة مرتبطة بالحاجات العضوية بتاعتي فاذا انتباهي للمسير ده مجاش من شكل المسير نفسه لأ ده جاه بسبب دافع جوايا حاجة جوايا هي اللي خليتني ابص تمام انا بحب القراية فدافع بيخليني افضل طول الوقت عمال ادور على الكتب الجديدة وروايات الجديدة ده اللي بيخليني انا اللي ادور يبقى الدافع جاي من جوايا انا يبقى دي اسمع دوافع تمام دافع النجاح انا عايز انجح تمام فطول الوقت عمالة بذاكر رقم اتنين من العوامل التقهب والتهيق الزهني خليني مثلا انا الدرسة هيبقى يعني اسهل وانا بشرح بالامثل تمام خليني مثلا اقولك ان اخوكي مثلا قالك مثلا يا نادا انا نازل وخلي بالك عشان انا معاييش مفاتيح وراجع الساعة كذا طب انت عايزة تنامي فبتنامي زي ما بيقولو كده في الامثال عم فتحة وعم غمضة طول الوقت عندك استعداد مخ ده متهيق ان ممكن الباب يخبط في اي وقت اه جاي لنا ضيوف انا عودني زي يقولك خلي ودنك مع السلم يعني ايه او خلي ودنك مع الجرس يعني ايه انا في حالة تهيق ان يحصل مسير معين او يحصل حاجة معين تمام فانت متأهبة لكده وضرب لك مثال كمان زي ما هو جايب لك في الكتاب ان الام اللي بتبقى نايمة جنب ابنها فهي في حالة تأهب ان هو اول ما هيصحى او اول ما هيصدر صوت هي تصحى على طول في حين ان النفس الام دي قبل كده قبل ما يبقى عندها بيبي كبتنامي نمعة مت جدا اللي يخليها مع اول صوت صغير البيبي بيصدره هي تصحى التأهب التهيق الزهن اللي انا بقولك عليه اللي انتباه لمثير معين انا مهيئة نفسي ان انا انتباه له يبقى اذا داعة تاني عامل او تاني عامل من العوامل الزاتية اللي من جواي انا وبتأثر على انتباهي للمسير رقم تلاتة او رقم العامل الاخير الميول طيب انا هتديك المثال طبعا ونقول ايه يعني ايه ميول خلينا نقول ان انت وماما وبابا واخواتك نازلين تتفسحه في مول معين خلاص لو جيت سألتك ايه اللي هيجزب انتباهك هتقوليه والله الميكوب مثلا او البرفانات او الفستين طيب ماما لأ الماركت اكيد اول حاجة عنا بتيجي عليها الماركت والعروض بتاعت الماركت طيب بابا لا هتلاقي بابا بيبص مثلا على الجزم الرجالي او الشنط او برفانات الرجالي او غيره اخويا لا ده اخويا بيبص مثلا على البلاي ستيشن احدث حاجة نزلت يعني كل واحد فينا ميوله مختلفة عن الاخر كل فرد وله ميول مختلفة تمام فانا هبص هنتبه هبص وهنتبه للميول الحاجات اللي انا بحبها يبقى اذا ده حاجة من جواي انا اخر حاجة في الدرس يا بنات وهي تشتت الانتباه يعني ايه تشتت الانتباه عايز اقولك ان التشتت لما حضرتك تبقي مركزة قوي مع حاجة معينة مدرس بيشرح درس معين او بتقري في جريدة معينة او بتبصي على حاجة مركزة قوي معاها ويجي حد تاني يبدأ يشتت انتباهك تسمعي بقى صوت حد بيغني من جوا حد بيخبط حد بيعمل دوشة فانت بتقولي انا مش عارفة انتبه يعني ايه مش عارفة انتبه يعني انا مش عارفة اركز في الحاجة دي انت بتشتت الانتباهي بالزبط كده يبقى التشتت الانتباه يا بنات يعني مسير جديد مسير دخيل بيخش علي وبيحاول يبقى ادني تماما عن العمل الاصلي اللي انا بعمله لو انت بتاخدي درس او انت في حصة وفي طالبة عمانة بتخبط وبتعمل دوشة تمام فبنيجي نقول ما تشتتوش زميلكم اللي بيركزو يعني ايه من شتتهمش يعني من طلعهمش برا تركزو تمام طيب ده ده تشتت الانتباه طبعا عشان انا اركز محتاج اعمل جهد كبير جدا عشان ارجع اركز تاني في اللي انا كنت بعمله فبدأ بيتطلب مجهود زيادة جدا مما يؤدي الى التعب والتوتر وبرضو هيؤثر على تركيز خلاص يبقى احنا كده اخدنا درس الانتباه شرحنا يعني انتباه بسرعة مع اعطاء امثلة متعددة لكل جزء فيه عرفنا العوامل وعرفنا انواعه وان شاء الله باذن الله يبقى كده فضلنا الدرس اللي بعد كده وهو الادراك وبعد كده عندوكو اول بس جزئين في الزاكرة برضو وداخل في الامتحان وان شاء الله يخلاصوا على طول وباذن الله هنبدأ نحل مع بعض اسئلة اتمنى يكون قدرت اوصل لكو جزء معين او جزء بسيط من مراجعتنا العلم النفس شكرا